وفي لقاء مع شرق الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل إن المؤسسة وقعت مع مصر اتفاقية تقدم بموجبها تسهيلات بنحو مليار ونصف المليار دولار للقاهرة خلال عام 2023 تشمل دعم السلع التموينية والمواد البترولية وأضاف سنبل أن المؤسسة الدولية الإسلامية قدمت في العام الماضي تسهيلات لدول الأعضاء بلغت نحو 7 مليارات دولار هذه السنة طبعا عندنا في حتى الآن يعني حددنا مبلغ مليار و 500 مليون دولار أمريكي بالنسبة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وطبعا بتشمع قطاعات هامة نفس القطاعات التي تحتاجها الآن مصر خاصة في ظل هذه الظروف والأزمات العالمية سواء كانت أزمات ما بعد جائحة كورونا أو أزمات لها علاقة بجيو سياسية التي طبعا انعكست على كثير من القطاعات وأيضا هناك برنامج خاص بالمؤسسة الأخرى وهي المؤسسة الإسلامية التي تمتلك القطاع الخاص اللي بركز فيها أيضا على قطاعات مهمة مثل قطاع الطاقة وقطاع الكهرباء وأيضا دعم البنوك المصرية من خلال توفير أيضا ما يسمى بخطوط تمويل لعادة تمويلها أيضا للقطاع الشركات الصغيرة المتوسطة وتعلم بأن المؤسسة تخدم 57 دول عضو طبعا العام الماضي والله الحمد كانت سنة طيبة بالنسبة للمؤسسة استطعنا من خلالها خدمة الدول العضاء في مجال تنمية وتمويل التجارة وأيضا في مجال تنمية القطاع الخاص وطبعا نتمنى إن شاء الله أنه هذا العام أيضا يكون كذلك العام الماضي قاربنا 7 مليار دولار أمريكي كبرنامج 2022 وإن شاء الله هذا العام إذا ربنا وفقنا مع كل هذه الظروف الحقيقة التي بتحيط الحقيقة بالعالم نأمن بالله سبحانه وتعالى أن نحقق إن شاء الله النتائج أفضل من ذلك ممكن يصل إلى ثمانية مليارات هذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمور كما ذكرت لك الأمور الآن غير مستقرة اقتصاديا في العالم ونحتاج طبعا إلى التركيز بشكل أكبر على ما يمكن هذه الدول من تجاوز هذه الأزمات المتتالية ترجمة نانسي قنقر